ايه اكتر ما يميز العلاقة الجميلة اللي كانت ما بينكم ولا كنتي حابة انك تزهريه للقارق عشان يقدر يتعلم منه في 30 حكاية حكيتي 30 حكاية مختلفة في كتابك من ذكريتكم من انتوا اطفال ان انت كنتوا جران وحضرتك كنتي صاحبت اخته كمان لحد ما توفاه الله احكيلي شوية عن المراحل دي وإيه اللي كنتي حابة انك توصليه للقارق الصد كنت حريصة جدا ان ننقل من خلال كل الحكايات الحقيقة اللي احنا عيشناها واللي احنا مرنا بيها يعني يمكن من اجمل الرسالة اللي بتجيلي من القراء لما يقولوا ان الكلام لا ما اسأل بنا وشوفنا فيه حكاياتنا يعني شوفنا فيه ايامنا الحلوة لان احنا بنا تشابه كبير ما بين القسر المصرية كنت حريصة ان انا انقل رسالة لولادي والشباب في سنهم ان الاحترام ليه اثر مهم جدا جدا على استدامة العلاقة وان احنا حتى لو اختلفنا بنبقى حريصين جدا ان احنا ما نهنش بعض لان فيه حاجات بتعلم بتقالت بتعلم وما بيبقاش سهل ابدا تجوزها فيبقى فيه بدائل احنا ممكن نبعد شوية عن بعض في الوقت ده نبقى نختار الوقت وطريقة الخلاف ان احنا دايما نبقى في اولوية بعض ان احنا مهما كانت الحياة بتاخدنا في التزامات حريك عارفة احنا يعني انا حبيت جدا ان انا اذكر صعوبة البدايات وان احنا ازاي كنا حريصين وان احنا بنبدأ حياتنا ان احنا نطورها ونشارك بعض في بدايتها ان احنا اول عربية وان هي ازاي جبناها وصفت بالزبط ميزانية البيت للعروسين الهدف ان الشباب ما يحسوش ان فيه حاجة ممكن تقف عائق في السعادة معاهم احنا ممكن جدا كنا نخرج ننزل نشرب يعني عصير من محل بسيط في الشارع وممكن لو عندنا دخل في الوقت دوت جي اكتر نروح افهم الفنادق واحسن الاماكن السعادة مش بس بتوفر الامكانيات بالرضى وبالاستمتاع وان احنا نبقى حريصين على التجديد دايما ان احنا يبقى عندنا مقنن وقت احنا عارفين ان احنا بنقضيه مع بعض ودايما بيبقى فيه محاولة ان احنا وإحنا بنبني حياتنا ما ننساش نفسنا وندل صالحنا ما نخليش الحياة هي اللي تسرقنا لان حارتك شايفة دلوقتي السلع الاستهلاكية والعولمة اثرت ان التحديات بقت ضخمة والشباب شايفة ان هو لو مخترقش الفضاء ويعني بلغ السماء طوله نبقى محققش نجاح لا على فكر انت مجرد اليوم اللي بيمر على الواحد وهو بصحة وسلامة وسعيدة ده نجاح يعني لازم نرجع لنفسنا الثقة احنا قادرين واحنا نقدر نعيش بشكل سعيد ونحقق حياة مستقرة بشكل محترم وبشكل في سعي التحدي ده قد حريصة جدا اننا انقله من خلال ذكر التفاصيل احنا عملنا ايه في الفرح وازاي قدرنا ان احنا نعمله ازاي ان هو كشاب يعني حديث التغرق كان حريص انه يعتمد على نفسه في تكوين نفسه عشان ادي مثل للشباب ايه ابدأ وهتلاقي لو انت صادق والمهم ان هو العيلة كمان لازم تشوف العيلة بقى عيلة الشريك الحياة شريك الحياة ان هي لو شافت شخص عنده استعداد للسعي ترحب بي وتساعده ما تغاليش في الطلبات بعد كده هيجي كل حاجة لكن الاساس لما بيبقى محترم وقوي ده بيفرق جدا صحيح